رمضان يمكن رمضان الواحد يحب يختار مثلاً سلوكيات معينة يغيرها غير طبعاً الصيام والعبادات ولكن خلينا نشوف الموضوع عند هاني أعلن مشاهدينا في أساسيات في هذا الشهر الفضيل طبعاً نضمنها الصيام ولكن في بعض السلوكيات يشددون عليها بعض الأهالي وهو السلوك الصحيح والتأني والابتعاد عن المشاكل والسلوك السيء لدى الأطفال تحديداً واليوم ممكن طبعاً نسأل سؤال كيف ممكن الصيام يساعد الأطفال في تهذيب سلوكهم وتحسينهم طبعاً معنا اليوم دكتورة هالة الأبلم اختصاصية نفسية وتربوية نقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا بك صباح النور والسرور هالة والله حياكم الله دكتورة في البداية هل الصيام يساعد الطفل في تحسين سلوكه؟ 100% 100%؟ ما في شك يعني أنا ما أشك في هذا الصيام هو عبارة عن منظومة تربوية إذا قلت لكم بمعنى صح وهو ركن وايد من أركان الإسلام نعم مثلاً يعني لو إحنا التزامنا قلنا للطفل مثلاً أن إحنا نحن نطلع جدوى للصيام بمعنى أنك فيه أشياء مفروضة النكلها ونشربها في البداية عملت أكل وشرب لكن يفترض أن إحنا نلتزم بهذا لأن بعض الأطفال شي سوون؟ روحوا من وراء الأهل شو يسوون؟ يأكلوه صح؟ أختي سوتها طب ما فكرت ليش سوا هالسلوك لصار فيه إجبار وكان فيه اختيار فأنا علم الطفلي أنه يحب يصوم مثل ماما وبابا فهذا سألتها هي ممجبورة من أهلي والله بس هي إذا حدقاتش أنه أنا ما بغى أزعل ماما كم عمرها؟ عمرها عشر عمرها عشر ما بأزعل ماما شفت كلمة ماما أزعل ماما أن فيه علاقة هي حابة أن هي أكثر تحتوي أمها بطريقة أن ترضيها بس من وراء ما مش مطرد تلتزم بل إذاك لن نقول نرتب العملية على الصيام مثل ما قلت لش منظومة تربوية نعلم فيها سلوكيات الحلال والحرام نعلم فيها الروح والريحان والاجتماع الأسرة والحب والمودة كيف نحن نقول لهم مثلا نجتمع الأسرة ونفطر الإفطار كيف نساعدها على السحور طبعا فيه صيام أنا فيه بعض الأهالي أستغرب عليهم يعني يصومون الطفل عمر خمس سنوات ست سنوات يعني من السنة إلى ثمان سنوات مفترض ما نصوم الطفل أنا كنت حسألك لسا الأهل اللي يشددوا فكرة الصيام عند الأطفل هذا خطأ خطأ لازم يختار لازم يختار يعني من عمر 11 أبتدي أقول لا هو يقول ماما أنا أبا أصوم مثلكم يعني هو يحب يختار أوكي يلا نصوم هنعلم الصيام صيام العصافير بمعنى أن احنا هنصوم مثلا من الساعة كذا لكذا بعدها نفطر وأهم شيء أنه في وقت الأفطار كنا نجتمع هذا التجمع في حد ذاته أسستربوية صحيح اللقاء الأسرة الحب المودة النقاش الحوار الضحك الأسر في رمضان تتجمع وهذه وايس سلسلة حلوة نعليهم مهارات الاجتماعية كيف نتواصل كيف نتحاب أنا أذكر في حالة صار فيها إجبار من حالات صعبة جدا كان فيه انحرام سلوكي للشاب عمره تقريبا 15-16 سنة لما بحثنا في خط السير تاريخ ماله وجدنا أنه كان في عمر 11 سنة شو يسوي كان عشان يقوم يصوم عشان يقوم السحر يصبون عليه ماء مع الضرب يلا طيف يا رب فالولد صار عنده عملية إجبار عشان يصوم عشان يصوم طيب هذا لو فطر شو يسوي ما دري مش عارف فالأسف السير السلوك فكان شو يسوي ثلاثة أيام إجبار الولد هرب من البيت لما هرب من البيت شو صار وراح مع مجموعة سيئات مخدرات وكذا بدأ ينحرف سلوكيا أنا أقول هذه مش عشان تخوف الأهالي أنا أكلمهم أن مفترض عملية الإجبار في هذا الأمر رابد أن يكون اختياري ويكون حبا في هذه الشعيرة الجميلة يكون في أن هذا الشهر هو أحلى شهر في حياة ماما وبابا بابا يكون هادي لاحظوا لاحظوا بعض الأباء يكونوا جدا عصبيين ماما تحملين شي فبتبير طبط رابط بين عصبية الأب والسلوك بالتالي إحنا نعلم لا إحنا ما نتعصب كل ما تعلينا على مستوى الروح كل ما كان رقينا في التعامل أكثر جميلة أنا حس توجيهاتك دكتورة أكثر للأهالي أكثر من الأطفال نفسهم نعم لأنهم لهم الأساس عندي يعني إذا إنت وجدت أسرة ومن بس صح بالتالي هتوجد أبناء صحة إلى أي مدى دكتورة أهمية أنه سلوكيات الأهل تكون زينة عشان الطفل هذا يتأثر إحنا كثير نشوف تحديدا مسألة الإجبار أنه في أهالي يجبرون أبناهم على الصيام على سبيل المثال ويقولون لهم أنه الإنسان لازم يكون هادي ومهدي وهذا يعني شهر لخصوصيته ولكن هو نفس الشخص اللي يتكلم أو اللي ينصح هو ممطبق بالضبط هذا يكون معكس على الأطفال طيب أنت تلاحظ طبعاً لما أنا مثلاً هو مبترض أن نحن نكون لقدوة يعني الأب العصبي في البيت مثل ما قلت خصوصاً العصبي لما تأتي إنه كان مدخن وترك فرقة التخين مثلاً أو يكون إنسان بالعادة عصبي ويزيد العصبية أكثر في رمضان طب أنا هني شو بعلم الطفل ما بحس إن هذا بأمان لا بابا يزيد يمكن صعب أنا ما بيصوبة أنا ما بأتكلم معه فبالتالي أنا هني سأسوي قاب بيني وبين الطفل أعادة لا خليها نوع من أريحية خليها نوع من أنواع الحب والإحتواء في هذا الشهر يعني أنا أقول هذا الشهر الفضيل يعلمنا روحانيات جميلة جداً نعتبرها مرحلة تغيير وتجديد في الحياة وللكل الأسرة وليس للطفل فقط عشان يكون مبسط طب دكتورة لو في مثلاً سلوك معين في الطفل إحنا نبغى نستغل شهر رمضان عشان نحسن هذا السلوك خلينا نقول للكذب مثلاً كيف إحنا نقدر نتصرف معه؟ أيو حلوة هذي ليش تطلعنا الكذب إحنا متى نشوف الولد الكذاب أكثر مثلاً اللي يكذب على الأبا ويعرف أن هذا الشيء فعلاً يعني يسبب لنا مشكلة في الطفل فأنا هني أعلم أن لما يشرب من وراي هذا نوع من أنواع الكذب كالسريقة والكذب وغيرها فبالتالي ما أحاول أتخلى بالمدخل أنت بابا عندك أريحية تقدر تفطر مثلاً من الساعة كامل كامل لأن أنت يستجبرين على شيء لا يطيق جسمه مشكلة أننا لا نسمع أن الأطفال الأطفال من السنة إلى عشر سنوات هو الذي يطبع عليهم الشيء الحسي الداخلي لما بطني عوره يبغي يأكل صح؟ 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 أو لا؟ إحنا لا إحنا لا نكبر يصير شيء مجرد حسي صح؟ أنا ما أكل نأكل من غير من جوع ليش؟ لأننا تربينا أن هناك رحانيات والتزام بالصيام فبالتالي ما ينفع أن أنا أفطر فلو تربينا لما أنا أقول لطفلي أنت ستصوم لكن في الساعة هذه لك الحرية تفطر فأني يكون أريحية يعلم أنه لا يوجد شيء كذب لما يشوف مثلاً عفواً بعض الأباء والأمهات لا يصومون يقول لأنا صايم لما يشوفها لا يشوف أبويا يأكل ويشرب طبعاً أنا شو يسكأت على المودي صايم؟ لا أكيد لا إذا هم لا يصوموا ليش لا يصوموا أكيد لا يشبر الأولاد أنهم يصوموا فبالتالي هناك أشياء وائد يعني إحنا لابد نكون إحنا القدة في الأساس أكيد يعني الدكتور زي ما ذكرت هما الأهالي لو يلتزموا بهذه الأشياء ويكون في حب في العيلة نفسها صح ويكون في احترام أكيد هذا يعني نعكس على الأبناء نعكس على الأبناء بالضبط شكراً لكي دكتور رياضيك عافية يعني نقولك عام وأنتم بخير كل المشاهدين من الجميع